اشتركوا في القناة وعن التواضع سنحكي اليوم الله معكم الإيمان أيها الأحباء هو هبة ونعمة يجب أن نطلبها كل يوم بصلاواتنا لأن الإيمان يفسحنا المجال القيام بأعمال جبارة وعلينا أن نعمل للحصول على نعمة الإيمان كما علينا أن نصلي لهذه الغاية وأن لا ننسى أن الإيمان هو الشرط اللازم لاستجابة صلواتنا لذلك نحن نصرخ اليوم ودائما ونقول نحن نؤمن يا رب فأعن قلة إيماننا صرخة القلب هذه هي تعبير عن الحاجة الكبرى الموجودة لدى الإنسان اليوم يقول لنا القديس يعقوب في رسالته إن الإيمان بدون الأعمال ميت الإيمان مرادف للطاعة كلاهما ينقلان الجبال وخصوصا جبال الشر وجبال صعوبات حياتنا اليومية أيها الإخوة الأعزاء إن مشكلة الإنسان الأولى هي الكبرياء وقد ضرب الشر هذا الوتر الحساس في الإنسان فالكبرياء يجعل الإنسان يتمرد على الله ويدوس فوق الآخرين لكي يحقق مآربه الشخصية فلا يرى عيوبه بل يرى عيوبا من حوله لذلك يقول الكتاب المقدس يقاوم الله المستكبرين وأما المتوضعين فيعطيهم نعمة واليوم سوف نصلي مع القديسة ترازي الطفل يسوع ونقول يا يسوع كم هو عظيم توضعك أيها الإله ملك المجد إنك تعرف ضعفي ففي كل صباح أتخذ القرار بأن أعيش التواضع وفي المساء أعي بأنني اقترفت المزيد من خطايا التكبر فأريد إذن يا إلهي أن أضع رجائي فيك وحدك لأنك قادر على كل شيء وسوف أردد على الدوام يا يسوع الوديع والمتواضع القلب اجعل قلبي مثل قلبك آمين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة